أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة الجارية تجغيلها من قبل شركة أنتي بوليوشن إيجبت خلال الفترة المقبلة ستكون هي التكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال جمع وإدارة المخلفات البحرية وخلال جولته التفقدية لمصنع شركة أنتي بوليوشن العالمية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة باليونان آرب الفريق ربيعا تطلعه لأن تصبح شركة أنتي بوليوشن إيجبت الجاري إنشاؤها المنصة المستقبلية الوعيدة لتقديم خدمات إعادة تدوير المخلفات البحرية للسفن العابرة للقناة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا وتكسيدا للنموذج المستدام الذي يتوافق مع جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السوء